الخبر اول لي عادنا عن مصطفى ريدر والبث المباشر اللي فتحها اللي طلع ورد بيه علي ياسو اللي شاف المقطع السابق يعرف المشكلة اللي صارت فبهذا البث المباشر طلع ورد ليش هو حذف هذا الستوري اللي كان يدافع بيه علي ياسو فقال له انه الطرف الثاني اللي هي ياسو واضح انه هي ما مهتمة وبنفس الوقت نزلت هذا الستوري تهاجم بيه ريدر لاندافع عنها وبالاضافة بنفس الوقت صار يوضح انه ميريد يشوف اي تعليقات او اي تصاميم اضخصية سوية رحتكم للمقطع شوفوه فان هذا الشي ما يهمني بس انا مسحتي للستوري ليش لانه حسيت انه مثلا الطرف الثاني عادي عنده هذا الشي فقالت اوكي انا ما ريد اصلا سويا مشاكل واشي بس انا شي تواقف فيها الحق لانه حسيت انه صار شوانا قولكم انه حسيت انه تدرون يعني من شخص واحدة وهي شي فمو حلوة فهذا الشي بالضبط اللي كنت ادا حس انا عام دهها نزلت للستوري وورها مساحتي للستوري انه قلت لا قلت عان انو ده اسوي شي حسييت انه غلط عاني بالنهاية ما 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 اضطر اوفوك الفويت بمشاكل مرة ثانية ولا اسوي مشاكل لسوشال ميديا على حساب انا وعلا حساب سمعتي وعلا حساب شنو على حساب اي شي انا ممكن يضرني كريدر لحت figوتي هيا يجيون الناس يقولوا الي لا ورلا انت ادري شنو انت مدرش اوكي انا مدرشج انو وااني هو هذا خبت بعد ما لأي علاقة بأي أحد رجاء لا تجيبوا لي سيرة أي أحد سيرة أي يوتيوبر لا تكتبوا لي اسم أي أحد أفتح لايف بعد أن يكتب لي اسم يسوي تصميم على أي شيء يكتب لي اسم مدري شنو يأكل بلوك فعليا يأكل بلوك تمام فعليا يأكل بلوك إن كان فان يا ربي إن شاء الله عشر سنين إن كان يعرفني من عشرين سنة حتى أخوي إذا سوى لي أسوي بلوك هل تفتهمون عني شون؟ أنا بعد أشوف اسم أشوف تصميم أبلوك هم أنا سيدا أقول لكم يا فأنا حبيت أحتيها باللايف ما أحب أطول ستوريات هنا تفتهمون أسرع ننتقل حاليا البيسان إسماعيل وأناس الشايب يا حبايب وغنياتهم الجديدة اللي رح تنزل اللي هي عتكون عبارة عن إعلان يعني مو غنية حب أو شي مجرد إعلان مو أكثر لح تكون الفري فاير اللعبة يا حبايب عنوان أشعل الظلام فكتبوننا بالكومنتات شكيتوا متحمسين إلها رح حاليا لعملية شيريني بيوتي فنريني نزلت هذا اللي ستوري تقول مينو عنده عملية بكرة شيريني بيوتي فشو تقعون سبب العملية وغالكم معافا يا رب ما بيهل الخير والعافية وكتبوننا بالكومنتات شون تقعون صاروا إياها ننتقل حاليا العايدة ووصول حسبها بالتك توك لل 12 مليون المتابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال 20 مليون يا رب وطبع لتسون يا حبايب أن نتبار كلها بالكومنتات على هذا الرقم بالضافة يا حبايب عن نورمار والفيديو اللي انتشار له أنه لانا قادة تلحق وراء بعيد ميلاد موفلوك يا حبايب وأنه ما مهتم لها هو يتشرطيج لقطات أغلى المتابعين صار يقولون أنه لانا تحبها من طرف واحد وأنه نورمار ما يحبها هو يحاولي بدء عنها ما أدري صراحة مثلما ترى اللقطات طالعة قدامكم أنه لوعا ما هو يهرب من لانا ولا نهاية الحق وراء ما أدري هل يا ترى هي فعليا تحبها أو هم تنجم حبون بعض اكتمنوا بالكومنتات شون توقعاتكم وبالخدام يا حبايب عن فافا نبولي ويسام تيكت فبعمل نزل البرومو على قناتي يا حبايب اليوتيوب بأحمل الكومنتات شان دي سيلة أنه عيب علي كنت تدس ياسو بأهلها فورد عليها أنه حتى هو أهله من فصلين فبلد دراما وعواطفهم شلخة صراحة رده كل شي غريب وهذا يأكد أنه فعليا ندستراك على ياسو والكلام موجهه الياسو وهو نوعا ما دي يقول المتابعين اللي تتعاطفوني وياها ما دري الصراحة الشي غريبة حسك في مابل كومنتاتو ويا ياسو ويا وسام تيكت بوصلوا لحباب نوصات المقطع فاجروا بطابة لايكات شانو كوفيت زي من قادمة ميكتل الخصص أحبكم وبس مع السلامة